حبينا طبعا أن نبين بداية الدوري وشنو المشاركات اللي راح تتم فيه من خلال الدوري الممتاز والدوري الدرجة الأولى وكذلك عودة اللاعب الأجنبي وشرح عن موضوع اللاعب الأجنبي من خلال أن يكون بحد أقصى لاعبين داخل الملعب محترفين طبعا في دعم للمحترفين عن طريق الهيئة وشهي لكم وناشداتهم والله طبعا ناشد طبعا لا شك ما في دعم للأندية وناشد من خلال قناتكم الموقرة ناشد الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية يعني مساعدتها في اللاعب الأجنبي فأنتمنى إن شاء الله أن يقدمون لهم دعم مادي يساعد الأندية وهذه مناشدة إن شاء الله وما راح يقصرون أكيد يعني الأمر هذا يعني لهم إن شاء الله علاقتكم مع الأندية وتحديدا القادسية يمكن في مشاهدات في الترخير أو لا؟ لا بالأكس علاقتنا طيبة مع الأندية ككل كان القادسية أو أي نادي والكلام هذا طبعا غير صحيح العمل فيه لا شك أنك تعمل ويمكن فيه أمور يعني الواحد يمكن يعني ما تعجب طرف آخر لكن احنا بالنسبة للعلاقة مع الكل طيبة واحنا الباب مفتوح والانتقاد يعني مسموح ولا عندنا أي مشكلة فبالأكس احنا نمد إيدنا للكل وأي يعني أمر معين في اقتراح يعني يفيد النشاط أو المسابقات أو اللائحة بالأكس احنا يدينا ممدودة للكل فبالأكس علاقتنا طيبة مع الأخوان مجلس إدارة نادي القادسية ويعني مسؤولين كرة السلة بنادي القادسية لا عندنا أي مشكلة العنزي كشف عن موافقة الاتحاد الأسيوي لكرة السلة على استضافة الكويت للبطولة الأسيويتي للناشئين العام المقبل ومطالبا الهيئة بالإسراء بتجهيز الصالة الجديدة إن شاء الله احنا عندنا استضافة اللي هو نهائيات آسيا للناشئين اللي حققنا فيها يعني تأهل فإن شاء الله راح نستضيفها بإذن الله خذنا موافقة من الاتحاد الأسيوي وإن شاء الله راح نخاطب الهيئة العامة للرياضة بهذه الخصوص والله هي 22 يعني أتوقع ممكن تكون في شهر أثنين أتوقع يعني مش هملا حد العام ما أطر شون الموعد وهذا وعدد الفرق لكن أتوقع أنها بتكون في شهر أثنين المسابقات المحلية للعبة كرة السلة ستنطلق في الثالث من أكتوبر المقبلة بالدور الممتاز على أن تشمل مسابقات هذا الموسم على بطولة الدور الممتاز والدرجة الأولى وكأس الاتحاد ومسابقة ثلاثة في ثلاثة في المؤتمر الصحفي أعلننا عن بداية البطولات اللي راح تبدأ المراحل 13, 15, 17, 19 والدرجة الأولى طبعا الدرجة الأولى راح تنقسم إلى قسمين اللي هو الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بالنسبة لك الدوري الممتاز راح يتكون من ست فرق ست فرق هذه راح تلعب دوري من ثلاث أقسام راح ناخذ بعد الثلاث أقسام المركز الأول والثاني والثالث والرابع راح يلعبون بالنظام الكروس اللي هو الأول راح يباري الرابع والثاني راح يباري الثالث من خمس مباريات اللي يفوز فيه ثلاثة راح يتأهل حق المبارات النهائية وطبعا المبارات النهائية نفس الشيء من خمس لعبات بالنسبة للمركز السادس دايركت راح ينزل دوري الدرجة الأولى بالنسبة لخامس راح يترتب عليه أنه راح يلعب مع الثاني من دوري الدرجة الأولى ثلاث مباريات اللي يفوز فيها هل راح يبقى الفريق نفسه أو راح يتغير راح يطلع فريق من دوري الدرجة الأولى اتحاد كرة السلع تمد تشكيل علجة للانضباط والاستئناف للمرة الأولى وكاشفا عن تكريم منتخب الناشئين الأسبوع المقبل أحمد نزي لقناة اي تيفي العدالة